سيد النائب احنا اسمعنا التطوير العقاري ومحكم في مجال التطوير العقاري واسمعنا مستثمر العقاري عايزين نسمع المشرع المصري شوفها حضرتك احنا في 30 ثانية كده رسائل سريعة السيدة محافظة مصر كلكم عايزين نسرع في إصدار أسعار التصالح لأن الناس متخوفة تتصالح والأسعار تطلع غالي دي واحد الوزارات المعنية لابد أنها تقوم بدور في الدعاية لشرح زي برنامج حضرك المحترم في شرح القانون ده زي الطبق تلاتة المواطن لازم يعرف حاجة 39% من الإيمان اللي هتتحصل في هذا القانون هتذهب إلى تحسين المرافر البنية التحتية المياه والصرف في كل جهة يعني إن سيد دائرة العمرانية إن يتحصل مثلا مليار جنيه إذن فيه 390 مليون مثلا يعني هيذهبوا إلى تطوير البنية التحتية إذن فيه شيء عايد برضو على المواطن حاجة النقطة الأخيرة بصفة يعني كمان في نقابة المهندسين أنا النقابة عاملة تقرير سلامة إنشائية ومعتمد وأصله وغير قابل للتزوير فيه حاجة مهمة بتخص المواطنين أسعار المكاتب الاستشارية بعضها عالي شوية المواطنين بيشتكوا ثانيا ببعض كان فيه إشعة إن النقابة أسعارها عالية النقابة لا تحصل إلا 500 جنيه أو 1000 جنيه فقط للمبنى بالكامل لأنه في بعض الإشعاعات كتبت عايسوا الناس يعني ما فيش حجة بقى أنك تروح تعمل الكلام دوك عشان تلحق تاخد إجراءاتك في التصالح بس أرجو ما تقبلش حد ما تقبلش تصالح وإنت عارف أنه أمر فيه خدت سانيتين زيادة ما هو لا السبب لا سبب واحد أنا دلوقتي هاخد أقبل الكلام ده والناس هتدفع الفلوس دي والآخر بعد ما هيدري سأقول له مش مقبول ننصحهم طبعا يبقى من الأول ما يقدمش أنا بشكر حضراتكم السيد النائب إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب شكرا جزيلا حضرتك حضرتك